موسيقى بخامة رئيس الجمهورية التاقي بمدينة أمجرس حضرت أنيذي الشرخ بوزير الشؤون الأوروبية وزير خارجي الفرنسي الزاهر للبلاد وقد تناول الطرفان مختلف المواضيع المتعلقة بتعزيز العلاقات بين البلدين النائب الأول رئيس الجمعية الوطنية ترأس أعمال الجلسة الخاصة بالمصادفة على المشروع الذي يقضي بإنشاء الشركة الوطنية للمناجم والجيولوجيا كان ذلك بحضور وزير المناجم والتنمية الصناعية وزير الصحة العامة يتسلم رسميا الأجهزة الطبية التي قدمتها السفر الألمانية لدى البلاد والمتمثلة في معامل المتجولة المناسبة كانت بمستشفى المركزي مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية الشادية بعد لقائه أمس بنظري وزير الخارجية الشادي التقى اليوم وزير الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسي جون إيف لودريان بفخامة رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو بمدينة أمجرس حضرة ندي الشرق وقد تناول الجانبان مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العلاقات بين شاد وفرنسا خاصة الأمنية اللقاء كان بحضور وزير الخارجي شريف محمد زين والسفيرة الفرنسي لدى البلاد سعدة فليب لكوست رشاد حسن طخ جاء وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان إلى أمجرس حضرة أقليم ندي الشرق لمقابلة فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو ورفق لودريان إلى أمجرس نظره في الخارجية الكادية شريف محمد زين والمستشار الأمني لفخامة رئيس الجمهورية زيارة وزير الخارجية الفرنسي للبلاد تدخل في إطار جولته الأفريقية التي بدأها منذ أمس والتي شملت ثلاثة دول في الاتحاد الأفريقي الكونغو برازافيل، تشاد وإثيوبيا وخلال المقابلة تبحث ديبلوماسي الفرنسي مع رئيس الجمهورية حول العلاقة الثنائية والسبل دعمها بالإضافة إلى دور الشركات الفرنسية العاملة بشاد وعن القضاء الإقليمية والدولية والبحث عن حل لمختلف الأزمات الدولية والإقليمية وخاصة تلك التي تعاني منها دولة ليبيا إفريقيا الوسطى بالإضافة إلى مكافحة جماعة بوكوهرام الإرهابية أثنى لدريان على حنكة رئيس الجمهورية ونظرته في التعامل مع هذه الأزمة جميع رئيس الجمهورية حول العلاقة الثنائية والإضافة إلى مواجهة اللقاء بحث أيضا تطورات الأوضاء الراهنة على الساحتين الدولية والإقليمية والجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية ومحاربة الإرهاب وتعود العلاقة الشادية الفرنسية إلى أمد بعيد كما وتتبادل الدولتين مصالح متعددة خاصة في المجال الأمني السياسي والتعليم والتدريب المهني صادق اليوم نواب الجمعية الوطنية على مشروع إنشاء الشركة الوطنية للمناجم والجيولوجيا هذه الجلسة ترأسى النايب الأول لرئيس الجمعية الوطنية مسخدام وكانت بحضور وزير المناجم والتنمية الصناعي يوسف أبو صلاح والوزير الأمين العام للحكومة سيدة ماريا محمد نور صادق نواب الجمعية الوطنية بالإجماء على المشروع القاضي بالمصادقة على الأمر الخاص بإنشاء الشركة الوطنية للمناجم والجيولوجيا سوناميك والتي جاءت بمبادرة من وزارة المناجم والتنمية الصناعية والتجارة وترقية القطاع الخاص هذا وقد سمحت الجلسة للبرلمانيين بتقديم الاقتراحات التي تنصب في صاله تسهيل الإجراءات والتدابير اللازمة من حيث الموارد المالية والمعدات إلى جانب الموارد البشرية المؤهلة كما أن المهمة الرئيسية للشركة هي تعزيز وتنمية قطاع الجيولوجيا والتعدين إلى جانب تحقيق مشاريع استثمارية في مجال التعدين وإتاحة الفرص للمستثمرين لمواصلة اكتشاف هذا القطاع من قلال الخرائط الجيولوجيا وهي بمثابة تهمزة وصل بين الحكومة والمستثمرين العجانب وزير المناجم والتنمية الصناعية والتجارة يوسف أبا صلاح في مداخلته أكد بأن الجاد تمتلك موارد معدنية كثيرة وعليه يجب إنشاء مثل هذه الشركة لاستغلال الموارد التبيئية وكذا تعزيز الاقتصاد وفتح فرص العمل أمام الشباب حملت الشهادات الجامعية مع الأخذ بعين لاعتبار تنمية القرى والأريافة التي تتكاثر فيها الموارد التبيئية وتحقيق الرفاهية الاجتماعية لسكان المنطقة أقد اليوم كل من وزير المالية والميزاني عيسى عبد المحمود ووزير الوظيفة العامة والعمل أحمد الدردير الضيف أقد الوزيران اجتماعا موسعا مع النقابات العملية والمنسقية العامة للعمل وذلك حول الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لمراقبة الوثائق المالية والإحصاء العام لموظفي الدولة ومن أجل الوقوف على هذه الإجراءات نستمع إلى وزير الوظيفة العامة والعمل أحمد الدردير فيلا اجتماعنا اليوم يعني طبعا بمبادرة من فخامة رئيس الجمهورية اجتماعنا أنا وزميلي وزير المالية ودعينا أعضاء اللجنة المكلفة بتحسين الرواتب وضبطها ويعني طبعا مع أعضاء النقابات والمفتشية العامة للدولة فكله كان حاضر بعدين الغرض من كل ذلك هو أن تعمل الحكومة والنقابة يدا بيد على إيجاد حل لجميع الخلافات الموجودة وهذه الخلافات نعتبرها خلافات بسيطة ليس الخلافات جوارية يعني طبعا يعني النقابات وما قاموا بإضراب وهذا الإضراب يكفله لهم الدستور وحق لهم القيامة بذلك إلا أن هنا نحن كحكومة نقول أن هذا البلد لنا كلنا كحكومة ونقابات فلا بد من أن نراعي الظروف ونقوم متى نقوم بالإضراب ومتى ما نقوم بالإضراب وبعدين يعني ما في في الكلام ده يعني الغالب والمغلوب دائما يعني طبعا الناس يطلب يقول لك أن الرئيس الجمهورية يدخل فقامة رئيس الجمهورية عشان يحل النزاع والنقابات بالطالب بذلك ما في بلد في العالم بيدخل رئيس الجمهورية شخصيا عشان يحل نزاع أو إضراب بتاع نقابات أما الرئيس الوحيد اللي بيدخل هو رئيس الجمهورية كما أكد وزير الوظيفة العام والعمل أحمد الديرديري ضف الله بأن هذه الأعملية سيتم تنفيذها بمشاركة النقابات العملية نتابع مرة أخرى الوزير الناس يقوموا لجنة مكونة من وزارة الوظيفة العامة وزارة المالية ومن النقابات ومن المفتسية العامة للدولة تقوم هذه اللجنة بإحصاء الموظفين في أماكن أعمالهم أيا كانت إذا كان الموظف الموظف يعني موجود في تيسي لازم يتم إحصائه في المركز اللي هو موجود فيه لأنه لا يمكن الموظف يعني يعين في مكان ويوجد في مكان آخر فهذه اللجنة تقوم بدورها فنشوف الوجود الحسي لكل إنسان إذا كان زول ما موجود يعني مثلا في مكانه الإنسان اللي ما عنده الشهادات المستوفلة للشروط الإنسان اللي ما عنده يعني شهادة استلام العمل أو كذا فهذه كلها نقائص يعني كذا فاللجنة لها الحرية تعمل بكل شيء واللجنة هذه يعني قبل أن تنال دعم ما هي تمت بمبادرة من فقامة رئيس الجمهورية وهي بتنال دعم متأييد رئيس الجمهورية لأن ما في زول يقول لك لا هو دي يشير مرتب كذا ووضع الإداري ما كويس كل الإنسان وضع الإداري يكون سليم عشان يستهق المرتب وأنه ندفع الرواتب نطلب مقابل هذه الرواتب عمل ما هو هي تأخذ الراتب وهذا الراتب لا يحلله يقعد في البيت أو يقعد كذا ويعمل له عمل تاني فهذا لا يهم تسلم اليوم وزير الصحة العام عزيز محمد صالح المعدات الطبية التي قدمتها دولة ألمانيا لدى للبلاد والتي تمثلت في معامل متحركة تسمح للأطباء بالقيام بعمليات الفحص حتى في الأماكن النائية بحر الدين عبد الشفي في إطار التعاون المشترك بين البلاد والدول الصديقة قدمت جمهورية ألمانيا الفيدرالية أجهزة طبية متحركة لتوفير العلاجات الصريعة وتم تسليم هذه الأجهزة للإدارة العامة للصيدلة والمختبرات وإدارة المعامل التابعة لإدارة الصحة العامة وذلك بهدف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في مجموعة من دول الصحلة الخمسة وهي كات والنيجر ومالي وموروتانيا وبركونافاسو وهذه الأجهزة الطبية المتحركة لكشف فيروس مرض الإوبولا هذا المعمل التقيد جدا في نتائجه فنقدر بإذن الله نقدر نعمل تحديد في أي مكان موجود في تحديد عليه أمين الدولة بوزارة الإختصاط والتخطيط تحدث عن أهمية الشراكة التي جاءت من أجل تحسين الأوضاع الصحية للمواطنين أما سفيرة جمهورية ألمانيا الفدرالية دكتورة جابريالا ليندا أكدت بأن بلادها تقف دائما في تحسين الألاقات الدبلوماسية ودعم برنامج الحكومة في الصحة عزيز محمد صالي وزير الصحة العامة أشار في خطابه إلى الألاقات المتميزة مطالبا شركاء التنمية في الوقوف مع سياسة الحكومة وطالب أمال الصحة باستخدام الأجهزة الطبية بطريقة فنية ومدروسة في تحقيق رغبات الشعب الكادي في حل الأزمات والمخاطر الناجمة عن الأوبئة نظمت أمس السفارة السودانية لدى البلاد بالتعاون مع شركة جياد فرعكات نظم إفطارا جماعيا ضم أفراد الجالية السودانية بالعاصمة انجمينة بجانب بعض الشخصيات المناسبة كانت بفندق ليزر بلازة وبحضور السفير السوداني لدى البلاد سعداد عبد العزيز حسن صالح الحسين النوريوس تزامنا ما الليالي الأخيرة لشهر رمضان المبارك نظمت سفارة جمهورية السودان لدى البلاد بالتعاون مع مجموعة جياد فرعكات نظم إفطار صائم حضره عدد من أبناء الجالية السودانية المقيمة لدى البلاد وكذا بعد من الشخصيات الاعتبارية وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد فبعد تناول وجبة الإفطار قال سفير جمهورية السودان لدى البلاد سعدت عبد العزيز حسن صالح إن السفارة تسعى في مثله هكذا مناسبات إلى تعزيز العلاقة القائمة بين الشعبين الشقيقين الشادي والسوداني كما انتهز السفير عبد العزيز هذه الثانية هيأ فيها الشاديين حكومة وشعبا بالميلاد الجديد للجمهورية الرابعة شهر مضاء شهر محبة وألفة والتواصل وتعاون نتمنى لبلدين الشقيقين أن يتطوروا انتهز هذه الفرصة ليهدني وخامة الرئيس الريس دي بيتنو حكومته والشعب الجادي بانبساق فجر الجمهورية الرابعة والتي نأمل أن تشهد خلال شاد الشقيقين مزيد من التقدم ومزيد من التطور وفي نحاية المناسبة شكر المدعوين السفر السوداني على هذه الدعوة الكريمة مؤكدين بأن هذا ما جاء إلا نتيجة للألاقة الأزلية القائمة بين القيادتين والشعبين الشقيقين كما نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد عبر منظمة الدعوة الإسلامية مكتب شات أفطار جماعي لصالح أعضاء جمعية مستقبل اليتيم التي تضم أكثر من خمسمائة أمر أرملة وقد حضر الإفطار القائم بعمل السفارة الإماراتية بالبلاد ومدير منظمة الدعوة الإسلامية عز الدين الأمين تربط البلدين شات وقطر علاقات متميزة على كافة الأصعيدة الاجتماعية والسياسية منها والاقتصادية وحتى الثقافية وترسيخا لهذه العلاقة المميزة التي تجمع جمينا بالدوحة فإن دولة قطر عبر سفرتها في شات لم تألو جهدا في تقديم العون والعطاء خصوصا للطبقات الضعيفة من المجتمع وفي إطار اهتمامها بهذه الشريحة فقد نظمت السفارة عبر منظمة الدعوة الإسلامية العالمية مكتب شات إفطار صائم لجمعية مستقبل اليتيم التي تضم نحو خمسمائة أرملة حضرنا هذا الإفطار وشارك في فعاليات الإفطار إلى جانب القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى البلاد سعادة حمد بمسعود العزبي ومدير بعثة منظمة الدعوة الإسلامية بشات محمد نصر عبد الرحيم الذي أشاد بدور قطر في تعميم الخير للمحتاجين حظينا بدعم من السفارة القطرية لتنظيم إفطارات للشرائحة الضعيفة من يوم 23 إلى نهاية شهر رمضان إن شاء الله سبحانه وتعالى ستكون إفطارات هي موائد رمضانية في مواقع مختلفة للشرائحة الضعيفة فيما شكرت رئيسة جمعية مستقبل اليتيم حباب عبد الرحيم عبد الله دولة قطر على سخائها اللامحدود في إدخال البهشة في نفوس المحتاجين لا سيما النساء الأرامل عفوا هذا الإفطار تم تنظيم من قبل السفارة القطرية بالبلاد من المؤكد في هذه الأيام ونحن نقترب من عيد الفطر المبارك تزدهم الشوارع الرئيسة بالعربات والدرجات النارية مما يتسبب في تعطيل سير المرور في بعض الأحيان وفي هذا السياق تجولت كاميرا التلفزيون في بعض شوارع العاصمة أنجمينة وكان برفقتها الزميل محمود موسى الفيل الذي وافنا بالتقرير أصبحت مدينة أنجمينة في السنوات الأخيرة تشهد ازدحاما في حركة المرور وبخاصة في الشوارع الرئيسية في دوائرها المختلفة وذلك بسبب النمو السكاني وازدياد حركة المرور كالدراجات النارية وسيارات الأجرة مثل التاكسي والحافلات إلى جانب الشاحنات والمركبات العامة ومن الملاحظي فإن أفراد شرطة المرور يتواجدون في مفترق الطرق الرئيسية لتنظيم عملية السير والمرور بهدوء وتجنب الحوادث المرورية وكذا منع التجاوزات والمخالفات التي تعرقل قوانين السير والمرور في الطرقات العامة وفي موسم شهر رمضان المبارك فإن عملية السير والمرور في العاصمة أنجمينة تشهد ازدحاما شديدا وبخاصة في الفترة المسائية التي يعود فيها العديد من المباطنين إلى مناظلهم لتناول الإفطار مع أسرهم بالنسبة للزحمة دي طبعا في زحمة شديدة لأقل للأسف تحت الكبار دي فيه نواجه مشاكل خطيرة مرة واحد تتمنى إن شاء الله الشرطة تساعدنا فالمدينة في السنوات الأخيرة بدأت تشهد تطورا ملحوظا في الطرقات العامة وخير دليل على ذلك بناء خمسة جسير في بعض دوائرها حيث ساهمت هذه الجسور بشكل كبير في تقليل حوادث المرورية وتنظيم حركة المرور في المدينة وهذا يدخل ضمن اهتمامات السلطات العليا بالبلاد التي تريد أن تجعل العاصمة جمينة مدينة حضارية في أفريقيا ومن هنا يمكننا القول يجب على المواطنين أصحاب الدراجات النارية والسيارات احترام قوانين السير والمرور وأن احترام الشارع والمارة سمة حضارية ويا أخي المواطن أن تصل متأخر خير من الله تصل والسلامة للجميع من الحوادث عاد أمس المعارضة السياسية عبدالله بيري الذي قضى تسعة عشر عاما بالولايات المتحدة الأمريكية عاد إلى أرض الوطن وكان في استقباله بأرض المطار ممثل وسيط الجمهورية عبدالقادر ياسين تقرير محمد السليك وقراءة عبدالقادر هارو بعيدة إعلان دستور الجمهورية الرابعة وتطبيقا لتوصيات المنتدى الوطني الشامل للإصلاح المؤسسي أطلق رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو عفوا نعاما لكل الفرق المعارضة السياسية منها أول مسلحة ودعاهم إلى نبذ العنف والعودة إلى الشرعية من أجل المشاركة في بناء الوطن وعلى هذا الأساس فقد لبى المعارض السياسي عبدالله بيري دعوة رئيس الجمهورية واليد الممدودة للسلام وعاد إلى أرض الوطن الذي غاب عنه طيلة التسعة عشر عاما قادما من الولايات المتحدة الأمريكية والذي قال إن هذه الخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية لهو خير دليل على نيته الصادقة للمصالحة العامة لأبناء الوطن ممثل وسيط الجمهورية عبدالقادر ياسين بخيت رحب بهذه الخطوة الجريئة التي قام بها المعارض السياسي عبدالله بيري وأثقته الكبيرة التي أولاها إلى رئيس الجمهورية بعد توجيه نداء المصالحة العامة لكل المعارضين السياسيين في الداخل والخارج وبعد الانتهاء من البروتوكولات الرسمية توجه عبدالله بيري إلى مقر قامته وهناك التقى بأصدقائه وأهله الذين فارقوه طيلة التسعة عشر عاما وقد عمل عبدالله بيري في السابق مستشارا أولا في سفارة البلاد لدى الولايات المتحدة الأمريكية أضم أمس تحالف جمعية المجتمع المدني من أجل دعم مكتسبات المنتدى الوطني الشامل نظم حملة وعبية بالدائرة السابعة لتنوير سكانها حول مخرجات المنتدى ومفهوم الجمهورية الرابعة حسن جيد عمر لم تكن مناسبة ثقافية كباقي المناسبات التي اعتاد مركز دومبوث كل ثقافي احتضانها سابقا إلى أن أهميتها دعت إلى ذلك فوسط حضور جماحيرين كثيف لسكان بلدية الدائرة السابعة لمدينة أنجمينة احتضن المركز هذه الحملة التعوية والإخبارية التي أطلقها تحالف منظمات المجتمع المدني من أجل دعم مكتسبات المنتدى الوطني بالتنصيق مع البلدية هذه الرغبة الصادقة للترسيخ وتنفيذ هذه المبادئ القيمة لا تدل إلا على الرغبة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو من أجل خلق تشاد جديدة ومزدهرة وعليه فإننا نطالب من كل مواطنين الدائرة السابعة بالوقوف دوما لمساندة برنامج رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو وبالخصوص مكتسبات المنتقى الوطني وأن الفلسفة الجديدة التي رسمح التحالف لتوصيل رسالته المتعلقة بتنوير أبناء البلدية بما تمخض عن المنتدى الوطني الشامل إلى جانب مفهوم الجمهورية الرابعة كانت ودعومة بمسرحية تحكي أهمية تغيير سلوكيات المواطنين خلال أهزي الجمهورية الفتية من ثم جاءت المداخلات التي قدمها سكان البلدية وفي مقدمتهم عمدة بلدية الدائرة السابعة لمدينة أنجمينة حيث أكدوا أن حضورهم في هذه المناسبة لدليل على تلبيتهم لنداء الرئيس الجمهورية إدريس دبيتنو بعيد إعلانه لميلاد الجمهورية الرابعة التي يسعى التحالف إلى تنوير سكان البلدية بمفهومها كما قدمت العمدة إلسيفا أكودمو جائزة باسم جميع سكان البلدية إلى الرئيس الجمهورية إدريس دبيتنو عبر التحالف استلمها منسقه العام مبارك إبراحيم جواري ألقتها قوات الدفاع والأمن بإقليم حجر لميس القبض على مجموعة تقوم بتهريب الأطفال إلى دولة ليبيا وقد تم عرض هذه المجموعة والأطفال لوسائل الإعلام بحضور حاكم الإقليم والسلطات الإدارية والعسكرية بالمنطقة محمد حسن أثن في إطار الدوريات العمنية التي تقوم بها الوهدات العمنية التابعة لقوات الدفاع والعمن بإقليم حجر لميستا تم إلقاء القبض على مجموعة خاصة بتهريب الأطفال إلى دولة ليبيا حيث يبلغ أدد الشباب الذين تم إلقاء القبض عليهم 32 شابا أغلبهم من الأطفال وبهذه المناسبة شكر حاكم إقليم حجر لميستا الدكتور أبو بكر جبريل أبو بكر قوات الدفاع والعمن على جهودهم من عجل مكافهة هذه الجريمة اللا إنسانية التي تمارس بهق الأطفال التاديين نازل نتمنى من رجال الأمنة عشان يصل لنا لهذه المجموعة الإصابة التي تورط هؤلاء الناس حتى السواق الحالية الموجود ينبغي الآن بطريقة أو بأخرى هم دول أبرياء ربما يطرق سراهم ربما يدهم لا يحالم ويمشوا يعتنبهم لكن بالنسبة للسواق بالذات لازم أن الإنسان هذا لا يطرق سراها إلا بعد يزبط لنا الجهة المكلفة مداء الجمهورية لدى محكمة مساكوري من ناحيته قال إن مثل هذه العمليات تأتبر من المخالفات وأن كل من سولت له نفسه على القيام بمثل هذه التجاوزات ستطبق عليه القانون مضيفا بأن هناك تحقيقات ماضية على قدم وساق بغيت تفكيك شبكات المجموعات التي تعمل في تهريب الأطفال والتسلل إلى مناطق استقلال الزهب بطريقة عشوائية وغير مرخصة كما تم القبض على أصابة تقوم بتجارة المواد القذائية الخاصة بالأطفال بإقليم قيرا وذلك بطرق غير شرعية مناسبة عرض هذه المجموعة لوسائل الإعلام كانت بحضور حاكم إقليم قيرا محمد علي حصف الله تقرير إشارة قبض الله رحمة رصدت السلطات الأمنية في إقليم قيرا على مجموعة من تجار المواد الغذائية والبالغ عددهم 14 تاجرا يقومون باتجارة بعض المواد الغذائية المخصصة للأطفال المعروفة اختصارا بالبيلم بيلم والتي توذع مجانا من قبل منظمة الأمم المتحدة للأمم والطفولة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في كل من مدينة أبشي ومونجو وملف وبيتكن وغيرها من المناطق وإن ترأسه لفعاليات عرضهم أمام السلطات الإدارية بالمنطقة قال حاكم إقليم قيرا محمد علي حصف الله إن هذه جريمة يجب أن يعاقب عليها وشكر الشرطة المحلية على يغذتهم وأن هؤلاء سيحالون إلى القضاء وسيتم إنزال العقوبة المناسبة ضدهم وفق القانون المعمول به مضيفا حاكم الإقليم أنه ماذا لهناك أعدد من الأشخاص الذين يتعاونون معهم وأن الشرطة ستقوم بواجبها للحد من هذه الظاهرة والقبض على كل من تسول له نفسه في ارتكاب المخالفات بالمحزورات والتلعب بها وصلتنا لتوى مجموعة من المراسيم الرئاسية أولها المرسوم الرئاسي الذي يحمل الرقم 1356 المادة الأولى يصدر المرسوم الآتي المادة الأولى عين السيد سمير أدم النور رئيسا للمحكمة العلية حر رفن جمينة في أسابع من يوليو 2018 توقي رئيس الجمهورية إدريس زبيتنو مرسوم الرئاسي الرقم 1357 يصدر المرسوم الآتي المادة الأولى تم تعين الشخصيات الآتي أسماؤهم عضاء للمحكمة العلية وهم أب بكر محمد بكر دبيدي سامنغار فرانسوا أبد الناصر أخونا أبد الرحمن مورنو علي أبدول علي أبد الله إبراهيم أحمد عمرو مصطفى مايدودو جبو دوم جيد دوم نغار ديميا جما جمباي أمي جمي أخونا Dr. Hassan Mohamed Idriss حميد أتيم إسا سوكوي نغومدي كنه فوبا محمد Adam حساب النبي محمد الدودو اللازم محمد أحمد دوغو محمد Najib Bukhari محمد Saleh إبراهيم محمد واري نيسا محمد دوغو باقدم كيمان من صلاة فتون أموالسا مختار حسين مختار سيدة أسيا محمد أبو سيدة فاتمة السارة أبدالعزيز سيدة هلين لنباتيم سيدة مسال درنگاي بلانش سيدة تبدي دوسوم بوني سيدة غنيام برنگار سيدة زهر إبراهيم محمد إتنو سيدة نديميان بانگار نگار كيني جدنگار نگار باني بوريل تلوم نگار بولوم تيرقام توبا دنگار سيانگار سمان محمد أفونو أمرو جبريلا راكي جي نگومان جنباي سورانباي جيدوني تاب تلسون غالنباي طاهر عبدرحمن حقار هرر في انجمنا في السابع من يونيو 2018 توقي رئيس الجمهورية إدريس زبتنو مرسوم رئاسي رقم 1358 يصدر المرسوم الآتي المدى الأولى تم تعيين الشخصيات الآتي أسماؤهم مستشارينا في المحكما العليا وهم أباكر راتو الدنيا عبدرحمن آدم فضل أحمد مصطفى مسامي أباق دگار كسنگاي بيسوم دنگار كزمير إبراهيم عبدرحيم خليل جيمونو جي مبايوم حسن حمد دابو محمد أحمد قدمي محمد اسبالا غري محمد الحج أبا محمد النور مكي حرم نوكا السيدة مغول حسين السيدة أمينة رادوم أتش السيدة كدولاير مبايرو السيدة السيدة كولارين باي تلنگير كلمانتين غارون دو جدي أمر محمد قنا أثمان ياقوب قدم تجاني بحر حقار يوسف إبراهيم محمد تدي حريرا فين جمينا في السابع من يوليو 2017 توقي رئيس الجمهورية إدريس دفتنو مرسوم رئاسي رقم 1359 المادة الأولى باختراه من وزير العدل والمكلف بحقوق الإنسان بعد أخص رأي مكتب المحكمة يصغر المرسوم الآتي المادة الأولى تم تعيين الشخصية الآتي أسمعها في مناصب المسئولية التالية بالمحكمة العليا الأمين العام محمد الفضيل أباكر كداده الأمين العام النائب داركام جوزيف المادة الثانية يلقي هذا المرسوم جميع الحكام السابقة المخالفة له ويدخل حيث التنفيذ منذ تاريخ التوقيع عليه كما يسجل وإنشر في جريدة رسمية للجمهورية حريرة فنجمانة في السعب من ينيو 2018 توقي رئيس الجمهورية إدريس دفتنو مرسوم رئاسي رقم 1367 تم تعيين السيدة السيد جاكي بيلم مفتشا عاما بالمفتش العاما للدولة خلفا للسيدة جما سمبي ندده التي استنضيت لشغل وظيفة أخرى حريرة فنجمانة في الثامن من ينيو 2018 توقي رئيس الجمهورية إدريس دفتنو بهذه المرسوم مشاهدي الكرام انتهت الأخبار ونشكركم على المتعبئين للخير توقي رئيس الجمهورية